محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي مصوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي إنه فارس الإسلام وابنه الأول الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطالب القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره لو لم يكن له سوى نسبه لكفى لكن هذا الرجل قد جمع من شتى الفضائل ما يصعب أن تجتمع في رجل واحد فحسبك بالشجاعة والتطحية والكوة وحسبك بالعلم والفطنة والحكمة وحسبك بالعبادة والزهد والعفة وعد ما شئت ولا حرج فلا عجب من ذلك إذا كان المربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعلي يوما أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي ومعلوم أن علي أحد العشرة المبشرين بالجنة فهيا بنا نمر سريعا على حياة ذلك الرجل الفريد بشيء من الإيجاز المفيد ولد رضي الله عنه قبل البعثة بعشر سنوات تقريبا فكان بينه وبين النبي ثلاثون سنة اشتهر أنه ولد في جوف الكعبة ولكن هذا لم تثبت صحته وأمه هي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وذكر أنها أرادت أن تسميه أسدا أو حيدرة على اسم أبيها وحيدرة هذا اسم من أسماء الأسد وكان أبو طالب حينئذ خارج البيت فلما عاد سماه علي فاشتهر بهذا الاسم وكان أهلا له وسواء علي أو حيدرة فهو أهل لكليهما وكانت فاطمة بنت أسد بمثابة أم للنبي محمد وكان يحبها حبا شديدا فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح يتيم الأبي والأم أخذه عمه أبو طالب وتولى رعايته هو وزوجته فاطمة حتى شب عليه الصلاة والسلام ومرت السنين وأصاب مكة قحط شديد أثر على فقرائهم خاصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان ميسور الحال يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله آخذ رجلا وتأخذ رجلا فنكفهما عنه فانطلق حتى أتى يا أبا طالب وانتهى الأمر بأن أخذ العباس جعفرا وفاز علي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبزوجته الفاضلة الكاملة خديجة رضي الله عنها وهكذا كان يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل للناس ويرد لهم ما استطاع لئن كنت قد صدقتني ابن أخيه فإنه الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني أكون حيا عندما يخرجك قومك ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا كان علي أول من أسلم من الصبيان إن لم يكن أول من أسلم من الذكور عموما حيث كان يكتم إيمانه خوفا من أبيه في حين أظهر البعض إسلامه وأعلنه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأشهر الأقوال أنه أسلم وهو ابن عشر سنوات فلم يكن جرى عليه القلم وما سجد يوما لصنم فكان خير شباب قومه وأكثرهم جرأة وإقداما وجاء في قصة إسلامه رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها فرآهما يصليان فاستغرب ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمر الإسلام وبأنه مرسل بهذا الدين من عند الله تعالى والذي يدعو فيه إلى التوحيد وترك عبادة ما سواه فتعجب علي قائلا هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي سره قبل أن يستعلن أمره فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم فانصرف علي ثم جاء في اليوم التالي وقد وقع الإسلام في قلبه فأسلم وكتم إسلامه فكان يصلي مع الرسول خفية ويستمع للقرآن ويتردد على دار الأرقم التي كانت مقر الدعوة السرية في تلك الفترة وظل يكتم إسلامه إلى أن اطلع أبوه على أمره فأمره بالثبات عليه وملازمة ابن عمه محمد فأظهر علي إسلامه حينئذ يقول عفيف الكندي رضي الله عنه كنت امرأا تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة فوالله إني لعنده بمنا إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت قام يصلي ثم خرجت امرأة من ذات الخباء فقامت خلفه تصلي ثم خرج منه أيضا غلام حين راهق الحلم فقام معه يصلي فقلت من هذا يا عباس قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي وهذه امرأته خديجة بن تخويلد وهذا الفتى علي بن أبي طالب ابن عمه فقلت فما هذا الذي يصنع قال يصلي وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر فلما أسلم عفيف بعد زمن وحسن إسلامه كان يقول لو دت أني كنت أسلمت يومئذ فأكون ثالثا مع علي بن أبي طالب أو فيكون لي ربع الإسلام يقول علي رضي الله عنه انطلقت أنا والنبي حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصعد على منكبي فلما نهض بي خيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله حتى استمكنت منه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس فلم يوضع عليها بعد شيئا من تلك الأصنام يا ولدي أما إنه لا يدعونا إلا إلى الخير فالزم واكتم عنه وعنك حتى يحدث الله أمره نفسي فداه يا أبتي لا يشاك بشوكة أستطيع أن أفتديه منها بنفسي إلا فعلت وقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمهمة عظيمة تدل على ثقة كبيرة كما تدل على نباهة وفطنة مبكرة كانت في ذلك الفتى للدرجة التي يستأمنه النبي على قضية كبيرة كهذه وفي أشد الأوقات حرجا ولم لا؟ وقد تربى في حجر الرسول الكريم وشرب من منهل النبوة حتى ارتوى وهذه المهمة بإيجاز هي مراقبة الغرباء والباحثين عن الحقيقة وإيصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الوضع آمنا وكان إعلان الغريب لنيته في البحث عن النبي أو الإيمان به أشبه بمهمة انتحارية فإنه إما يعذب أو يقتل ففي قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه والذي كان موحدا في جاهليته يأبى أن يعبد الأصنام حين بلغه أن رجلا بمكة يزعم أنه نبي جاء إلى مكة كأنه لا يعرف أمر هذا النبي ويكره أن يسأل عنه حتى مر به علي رضي الله عنه فقال كأن الرجل غريب فقال أبو ذر نعم فانطلق به علي إلى منزل يسكنه لا يسأل أحدهم الآخر على شيء ولا يخبره فلما أصبح أبو ذر أخذ يسأل بعض الناس خفية عن أمر ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي فلم يخبره أحد بشيء فمر به علي مرة أخرى في يومه الثالث فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد فقال أبو ذر لا فانطلق به علي إلى منزل أيضا وبينما هما في الطريق سأله علي ما أقدمك هذه البلدة فقال أبو ذر إن كتمت عني وأرشدتني أخبرتك قال علي فإني أفعل قال بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي فأردت أن ألقاه فقال علي أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت وهذا يدل على حسن دراسة وتخطيط وتقدير لخطورة الموقف فمضى علي وتبعه أبو ذر حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فعرض النبي الإسلام على أبي ذر فأسلم في وقته رضي الله عنه ومرت سنوات حتى شب علي وبلغ العشرين أو يزيد قليلا ثم عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة فلم يعد له في مكة قرار فقد توفي عمه أبو طالب الذي كان الحائل الرئيسي بينه وبين أذى المشركين وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه بنفسها ومالها فيما عرف بعام الحزن حتى أهل الطائف الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للنصرة خذلوه وآذوه بالقول والفعل وطردوه بأبي هو وأمي ولا شك أن الأمر كان صعبا على علي أيضا فقد مات والده وماتت أمه الثانية المربية خديجة رضي الله عنها فتجرأ سادة مكة على إذاء النبي والنيل من أصحابه ربما أشد مما كان في بادي البعثة فكانت يثرب هي المستقر الآمن والمناسب لنشر الدعوة وقد كان لأهل مكة أمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر علي أن ينام مكانه في فراشه في اليوم الذي نوى فيه الهجرة سرا إلى يثرب وذلك ليرد الأمانات إلى أصحابها فأبدى علي استعداده والتحف بردة النبي صلى الله عليه وسلم ونام مكانه رغم أنه يعلم بالمخاطرة ولعل النبي طمأنه أنه لن يمسه سوء ولما حاصر زعماء مكة بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله أعمى الله عز وجل أبصارهم وخرج من بينهم آمنا وكاد القوم أن يقتلوا عليا ظنا منهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولما تفاجأوا بوجود علي اشتد غضبهم فقال أحدهم قسما لأقتلن علي فرد عليه آخر وقال لو كان لنا ألف حجة لقتل محمد ما حجتنا لقتل علي ثم انصرفوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي علي في مكة ثلاثة أيام يؤدي الأمانات إلى الناس فقد كانوا يستأمنون النبي صلى الله عليه وسلم على أماناتهم حتى وهم أعداؤه فهو الصادق الأمين علي من ظننت محمد أين محمد وأنت كنت في الفراشة ثم خرج علي بعد ذلك متتبعا طريق النبي فوافاه عند بني عمر بن عوف وقد نزل بيت كلثوم بن الهدن وكان في طريقه للمدينة يستخفي في النهار ويسير في الليل حتى تشققت قدماه وتورمت من طول المسير وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قدوم علي قال أدعوا لي علي قيل يا رسول الله لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم وكانتا تقتران دما فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في يديه ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية فلم يشتكهما علي حتى استشهد رضي الله عنه ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخذ بيد علي فقال هذا أخي هذا أخي هذا أخي هذا أخي هذا أخي أمر علي حبيب رسول الله وابن عمه وأخوه ما حال قدميك؟ ألم تجد ركوبا تحملك؟ قد أعانني الله وحملتني قدمي لله درك لله درك يا ابن عم رسول الله ترجمة نانسي قنقر شكرا